لا تدري ماذا تفعل لطفلها الذي لم تصدق أنها أنجبته وهي في هذا السن بسمة تزوجت عندما كان عمرها 13 عاما وهي اليوم واحدة من ضحايا زواج القاصرات التي زادت عددهن خلال فترة الحرب بسبب تردي الأوضاع المعيشية ورحالة النزوح زوجت ابنتي عمرها 13 سنة بسبب النزوح والضبعح والمشاكل وذا الآن معي اثنين أولاد وهي زوجي الله بمشاكل وذا الآن عندي تقول منظمة اليونسيف أن قرابة أربعة ملايين طفل تزوجوا قصرا خلال الفترة الماضية في اليمن في ظاهرة اجتماعية معقدة يصعب مواجهتها يمكن أن نواقع هذه بسبب برفع وعي المجتمع وبسبب المناشير التي لا بد أن نعملها والتوعية الكبيرة المستمرة في التلفزيون والإذاعة وفي البرامج المختلفة والرسومات وفي الفرق الميدانية التي تعمل وتوحي للمجتمع بخطورة تزويق فتياتهم في السن المبكر الذي يعمل على قتل هوية الطفلة وقتل طفولتها محامون يمنيون يقولون أن السبب في ارتفاع زواج القاصرات هو غياب القوانين الرادعة لهذه الظاهرة المستفهلة في المجتمع إلى جانب حالة الفقر المطقع وعجز الآباء عن تغطية نفقات بناتهم بسبب الحرب وتردي أوضاعهم المفترض يحدد سن الزواج من فوق 18 سنة حسب بلوغ سن الرجل للطفل لكن للأسف الشديد هو القانون للحوال الشخصية في اليمن لم يحدد هذا السن له سن الزواج ويتسبب الزواج المبكر والقصري للأطفال بحسب المختصين بمشاكل نفسية وصحية خطيرة خاصة عند الفتيات القاصرات والتي قد تصل أحيانا إلى فقدان حياتهن أثناء ولادة أطفالهن يقول نشطاء الحقوقيون أن ظاهرة الزواج المبكر ناتجة عن جهل المجتمع وتجاهله لتبعات هذا الزواج لكن الظروف الراهنة لعبت دورا في تنامي هذه الظاهرة وحدت من جهود المنظمات الحقوقية في مكافحتها مجد الدين شكري قناة الحرة تعز